و سألت بأن زوجها يظلمها في حقها في الفراش ولا شك ولا ريب أن من حق المرأة على زوجها أن يمنحها حقها في الفراش هذا حق على الزوج لزوجه أو لزوجته و كذلك من حق الزوج على زوجته أن لا تمتنع الزوجة عنه إن طلبها إلى فراش الزوجية بل تعرض المسلمة نفسها للعنة الله عز وجل وللعنة الملائكة إن منعت المسلمة نفسها من زوجها إن دعاها إلى فراشه و كذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فهذه الآية من أجمع وأشمل الأدلة على أن للزوجة ما للزوج ما للزوج من حقوق إلا ما دل عليه الدليل من التخصيص فأنا أقول بأنه يجب يجب على الزوج أن يعطي زوجته حقها في الفراش على خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أن الحق أن يأتي الرجل امرأته كل أربع ليال مرة كل أربع ليال مرة واستدل على ذلك بأنه لو تزوج الرجل أربعا فلو قسم بين نسائه الأربع لا شك أنه سيعود إلى الزوجة في الليلة الرابعة وهكذا ومنهم من يرى أنه يجب على الزوج أن يأتي امرأته في كل طهر مرة في كل طهر مرة ومنهم أي من أهل العلم من يرى أن يأتيها كل أربعة أشهر مرة حين سأل عمر بن الخطاب ابنته حفصة رضي الله عنها إلى متى تصبر المرأة عن زوجها فقالت أربعة أشهر والمسألة فيها سعى وإن كنت أرى أن الأمر ليس هكذا وإنما هو مرتبط بالعواطف ومرتبط بالمشاعر ومرتبط بالعلاقة بين الزوجين لأن هذه اللحظات أنا لا أراها لحظات في حلبة المصارعة الحرة بين رجل امرأته وإنما أراها لحظات فيها من الحميمية وفيها من الحب وفيها من الفضل والوفاء ما لو أحسن استوظيف هذه اللحظات لأذابت كثيرا من جبال الثلج والجليد التي تتراكم في بيوتنا بين الزوج وزوجة وأرجو أن تطرح هذه القضايا بحياء الإسلام العظيم الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم فصلى الله عليه وآله وسلم فأنا حريص أشهد الله على أن لا أخدش حياء أخت فاضلة من أخواتي أو حياء أم فاضلة من أمهاتي أو حياء بنت فاضلة من بناتي وإنما نريد أن نترقى بمشاعر نساء المسلمين إلى أرقى المشاعر وإلى أسمى المعاني ولذا فأنا لا أحب أبدا لأي أحد من علمائنا ولا من شيوخنا ولا من طلبة العلم ولا من إخواننا أن يهرج في هذا الجانب أو أن يداعب في هذه المواطن أو أن يطرح الكلام بشيء من التورية وإنما فليطرح كلاما واضحا مهذبا مؤدبا بمثل ما نطق به من كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم